مأليات الأرع ومأدير الأرع عندنا بالنسبة للأرع البيوري هيكون حشو واحد أرع بيوري حوالي 400 جرام مخبوص في الفرن ومهروس نص كوب لبن محلى مكثف ربع كوب سكر بني نص معلقة صغيرة فانيليا واحد معلقة صغيرة جنزبيل مطحون واحد معلقة صغيرة إرفة ربع معلقة صغيرة جستطيب ربع معلقة صغيرة ملح ثمن معلقة صغيرة أرنفل واحد معلقة صغيرة زبدة مذهبة وبعدين هيكون عندنا خبز أبيض توست حنشيل الحروف بتاعته عندنا بيض وخبز مطحون وعندنا دقيق وزبدة وزيت للألي وللتخطية عندنا كوب سكر وواحد معلقة صغيرة إرفة وللتقديم سوس كارمل هنبتدي بإننا نعمل الخليط اللي بالأرة هنحط كل المأدير مع بعض حليب مكسف المحلة والأرة والسكر الزبدة المذبة وكل المناكهات الجنزبيل والقرفة والقرنفل وكمان عندنا الملح حليب مكسف المحلة والبنية والبنية وحنخلط المأدير دي كلها مع بعض بعد كده هنكيب توست أبيض وحنتهنو من الناحيتين بخليط القر وحنحطه في صنية وبعدين طبعا هنحط أكتر من واحد وبعد كده هنغطيه وحنسيبه في التلاجة طول الليل لحد ما العيش يتشرب طعم الخليط الأرة ده تماما وحيكون شكله آآ تاني يوم حيكون شكله بالشكل ده لما التوست يتشرب بالشكل ده تاني يوم هناختم وحنعملو آآ بالدقيق والبيض والبقصمات نحطو في الدقيق الأول بعد كده هنحطو في البيض وبعدين في البقصمات وبعد كده هنقليهم في زيت وشوية سبدة نحط الزيت والزبدة على النار وحنقلب القرفة مع السكر وأول الروش التاني ما يتحمر يبقى كده آآ مقليات البومكن أو آآ آآ على العسل جاهزة الزيت تمام طلع حنحطها طلع حنحطها على ورقة عشان تشرب أي زيت زايد وبعدين نخدها نحطها في السكر والقرفة وآخر حاجة حتى اللي ها حتى اللي ها اشتركوا في القناة